بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتة 3 part 19 design procedures for section dimensions are unknown وبنتكلم على حالة singly reinforced themes بايه هي الخطوات لما يبقى ابعاد الsection عندي unknown يعني مطلوب مني ان انا اعرف ال b واعرف ال d وبعد كده نعرف ال area steel يبقى دول التلاتة factors اللي احنا بندور عليهم بالنسبة ال widths the depth area steel طب ايه اللي بيبقى معلوم عندي بيبقى معلوم عندي اللي هو ال applied moment اللي هو ال mu طب انا عشان اصمم لازم ال mu دواتي يبقى اقل من او يساوي ال strength بتاعة القطاع اللي هي phi مضروبة في mn وتعلمنا قبل كده ان ال mn هي عبارة عن attention في المومنت r بتعوض بقيم ال a بيطلع عندك المعادلة بالشكل اللي انت شايفه دو طب عشان نبسط المعادلة دي شوية حنقول عندنا معامل اسمه اوميجا بيساوي رو f y على f c داش والرو اصلا بتساوي ال area steel على ال b في ال d الكلام ده كله ليه عشان نبسط المعادلة اللي موجودة قدامنا من المعادلة ديت حنوصل ان ال ultimate moment بيساوي الكلام دوت طب لو اسمت على phi يبقى m u على phi بيساوي الكلام دوت لو عوضنا بالقيم بتاعة ال اوميجا حيطلع الكلام ده بيساوي اوميجا f c داش في b d square طلعت ال d من النقوص في واحد ماينس تسعة وخمسين من مية اوميجا ودي المعادلة اللي حنبدأ نشتغل عليها نكمل الرتب المعادلة اكتر بنوصل في الاخر ان ال b في ال d square بتساوي m ultimate على phi الكلام ده مقسومة على r طب حنختار ازاي الابعاد بتاعتنا بنقول حنختار ال b وال d يبقى بنقول اللي هو اتش اللي هو عبارة عن ال d plus الكافر الكلام ده هو تقريبا ناخده حوالي عشرة في المية من ال اسبان يعني انا عندي كاميرا اللي انا شغال عليها لها اسبان فلما نيجي نختار ال d هناخدها بتساوي عشرة في المية من ال اسبان ال wait بتاع ال rectangular beam بيبقى حوالي خمستاشر في المية من total load الموجود سواء ال dead او ال live نرجع هنا للمعامل بتاعنا اللي هو اوميجا اوميجا بتساوي رو f y على اف سي داش طيب الرو ديت اللي هنشتغل عليها بتساوي كام من خمسة واربعين في المية الى خمسة وخمسين في المية من الرو بالانسد اللي انت قول ردي تقدر تحسبها الاريا ستيل المطلوبة في الحالة ديت هتساوي الرو في ال b في ال d بنعمل تشيك هنا ان ال m u اللي هو ال applied moment اقل من او يساوي في 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 معلومة حسب انت شغالها هي اكسر شغال في حالة الشير مضروف الاريا ستيل اف و اي في دي ماينس اي على نخلي بانا ان الاريا ستيل بروفايدد لازم تبقى اكبر من الاريا ستيل بمعنى ايه ان انا حسبت الاريا ستيل بندخل التيبل اللي عندنا عشان نختار الحديد اخترت حديد مثلا خمسة نمبر سيفن دول اللي هم مساحة اكشوال الاكشوال دي بنسميها لبروفايدد لازم تبقى اكبر من الاريا ستيل ريكوايرد وممكن استخدم اكتر من اللير يعني وانا برص الحديد بتاعي ممكن يبقى عندي تو لييرز بنأكد تاني ان في حاجة مهمة جدا بعد الديزاين اتأكد منها اللي هي الفايف اكبر من الابلايد مومنت وان السترين في الستيل اكبر من او يساوي ابسلون واي اللي هو الييلد استرين